الحوار موصل جيد لحرارة الحب يوصل الحب الحوار يدي الأمان للأولاد الحوار تقدر تخلي ابنك مبدع لأنك أنت تدي له كمية من الثروة اللفظية والحصيلة اللغوية عالية يقدر يفكر من خلالها يبقى عنده طلاقة لفظية يتواصل بيها ويتكلم بيها ممكن من أقديب أو قصاص أو راوي أو يعني حكايل القصص بشكل مبدع كمان والحوار كمان يدرب الابن على طريقة حل المشكلات لأنه أنت بتتكلم معاه قلت له على خطوات لحل المشكلات السابقة وبالتالي بيبقى فيه طريق التفكير يقدر يحل بها المشكلات أو حلول سابقة التجهيز لمشكلات موجودة أو أنه الحوار يعني الأفكار يعني يتكمل أفكار يولد نوع الأفكار فبالتالي لما تتكلم معاه بيقى فكرة زائد فكرة يساوي فكرتين معك فكرة وديته فكرة كل واحد بقى معه فكرتين مش فكرة واحدة وبالتالي يقدر أنه من خلال الأفكار دي يبدع أفكار جديدة وأصيلة وغير مسبوقة قبل كده اتكلمت مع حضراتكم أنه فن التربية للحوار ينبغي أن يكون الحوار بشكل غير مباشر وفرق بين الحوار مع الطفل لغة وعينية محسوسة ملموسة ومع المراهق أو من بعد سبعة لغة تجريدية يقدر يفهم الحق والخير والجمال والديمقراطية والمعانة الكبيرة دي وقلنا الحوار يكون بلغة إيجابية ولاست لغة سلبية يعني أطلب من الطفل ما أريده لا ما لا أريده أقوله اللي أنا عاوزه مش أطلب منه اللي أنا مش عاوزه وفي نفس الوقت يبقى بطريقة ما فيهاش تهكم أو سخرية أو نقد أو لوم أو توبيخ أو تجريح أو ضرب لما اسأله عن حاجة ما اسألهش بلغة الاتهام والشك إنما اسأله بلغة الاستفهام وسأله مش بهل لأنه في النهاية يعني حيجاوب بنعم أو لا فحيبقى فيه يعني مش هيتكلم لكن لما اسأله اسأله كيفه إزاي اشرح لي ووضح لي فحيبقى فيه مجال قدامه إنه هو يشرح ويوضح ويبقى كمان بشكل غير مباشر وتكلمت مع حضرتك علشان تتحور معه بشكل جيد وتقنعه بشيء لازم يكون خلال التخيير تخيروا ما بين حاجتين معينية لشيء يملك السيطرة والقوة يقدر يتكلم مع حضرتكم قلت لما نيجي نطلب يعني منه أو نسأله على شيء لازم نسأله إذا ما قلنا بشكل غير مباشر وفي حالة إن أنا يعني إجاب الطفل عن سؤال ما بيسألني سؤال والأطفال من 2 إلى 7 من 10 إلى 15% من كلامهم أسئلة أكتر كلمتين يقولهم الطفل لأة وليه لأة لأنه عايز يستقل وعايز يبقى له شخصية مستقلة فلا تكسر لأة يعني ما تكسروش ودي له منتعشان ما يبقاش في لأة وعناد وبتاع طريقة الحوار النهاردة لعلاج العناد والعصبية والخوف والآخر وقلنا من فايد الحوار أنه طبعا حتى المراهق يقدر يفضي إليك ويقدر تكلمه ويكلمك ويحكي لك مشاعره والبنت يحكي لأمها والولد يحكي لأبوه بحيث أنهما ميرحش يحكوا لحد بره والبنت عرف ولد والولد يعرف بنت وبالتالي يحقق أغرضهم يعني من الحوار بره يعني فالحوار مهدء وواقي يعني بيقى من المشكلات النفسية السلوكية ويعالج كمان المشكلات النفسية السلوكية لا سيمة في بدايتها وقلنا معظم الناري من مستصغر الشرر يعني